هنفكر حضراتكم بقى بالخبرين الابرز عندنا هذا الاسبوع وهو فوس طبعا كرة طائرة رجال بكأس السوبر المصري يمكن الكأس السوبر المصري كان في نسخ بداية ده الموسم التاني في الشكل الجديد كان زمان السوبر بتلاعب زي البسكت كده بطل دوري بطل كأس اللعب بطش خلاص السنة اللي فاتت عملوها مفرامة الحقيقة المفرامة كانت ايه اربع فرق بتلعب تلات ماتشات وبعد كده يرتبك اول تاني تالت رابع وبعد كده تلعب قبل نهاية اول مع رابع وتاني مع تالت وبعد كده ايه كسبان مع كسبان بتلعب خمس ماتشات كان السوبر السنة اللي فاتت خمس ماتشات كان مفرامة كان في وقت صعب اذا كان الماتش السوبر خمس ماتشات وما ليه الدورة هيبقى ايه فالنهار ده هم عندوش اتحاد كرة طائرة وقت للكلام ده عندنا اولمبيات هم يشاركوا فيها عندهم اعداد للأولمبيات عندهم العابة الافريقية اللي جاية عندهم مستلتزامات فما فيش وقت يضيعوا في مباريات الحقيقة ممكن تطول الموسم بشكل يعني ملوش لازم فالسوبر تلعب السنة دي قبل نهاية ونهاية كل فرقة لعبة مباريتين احنا لعبنا طلاق الجيش ناحية التانية كان الزمالك وبتروجيت الزمالك كسب احنا كسبنا لعبنا على اول وتاني البتروجيت وطلاق الجيش لعب وعطاته الرابع طلاق الجيش فاز بالمركز التالت نادي بتروجيت المركز الرابع الاهل والزمالك لعب ومبارح في مباراة عصيبة الحقيقة وتحطينا في الظروف مشابه للسنة اللي فان كوبي بيست انت بتكسب وبعد كده بترجع وبعد كده يطلع عليك وبعد كده يتعادل معاك نفس الوضع اللي حصل لسنة الفاتوى لكن من وجهة نظر انا وكان ضيوف التحليلين مبارح كابتن احمد زكريا وكابتن كارين جمعة اتفقنا حتى واحنا اقف اير ان من ضمن اسباب المكسب انا بكل لكم بقى في ناحية فنية من ضمن اسباب المكسب الروتيشن اللي حصل مبارح انت لو تفرقت على المباراة وركست انت مش هتفتكر مين اللعب قد ايه ده في حد ذاته انجاز والحقيقة ميستر فرناندوس ولما كان معاني هنا في قناة النادي الاهلي قال انا ما عنديش لعيب نجم وما عنديش لعيب مش نجم كله هيلعب والحقيقة انا استغربت لان احنا عندنا لعيبة جمدة لعيبة يعني النهاردة عبدالله عبدالسلام جامد حسام يوسف جامد في مركز صناعة اللعب عندك عسران عندك سعودي انا بقيت مش عارف هيعمل ايه وعايز اقول لكم بقى اخدوا مني المواتشات اللي جاية ممكن تلاقوا ناس تانية خالص يعني مواتش مبارح ادى لحسام يوسف شوية مداش لعبدالله عبدالسلام ممكن تلاقي في مواتشات عبدالله عبدالسلام بياخد مبارح سعودي ملعبش ادى للعيبة الناشئين وادى لعبه ممكن تلاقي المواتشات يعني اصدقوا لي انه بالفكر اللي انا شايفه ده هو هو فكر ديفيد ديفيز وهو هو فكر اجوستي بوش الاسبان فكرهم كده واضح احنا عندنا تلاتة اسبان مش صدفة مش صدفة ابدا يبقى التلاتة بيفكروا كده روتيشن عالي ما عندوش نجم كله بيشارك وكله بيكسر اول كلمة مبارح مستر فرناندو سقالها او فرناندو منذ قالها مبارح وهو في تسجيله معنا في قناة النادي الاهلي مع زميلتنا سالة حامد بعد المباراة قال انا بشكر اللعيبة اللي ما لعبتش يعني هو عارف ان اللعيبة اللي ما لعبتش لسه ليها دور فده واضح السياسة دي طيب المباراة او الفترة اللي جاية عندهم ايه عندهم توقف شوية بس عندهم تلات التزامات الرجال والسيدات بطولة افريقيا طبق بعد العيد على طول وعندنا دوري وكأس كل التوفيق لفرق كرة الياد احنا سال فاتك بداءنا بالصبر المصري كسبناه نتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل بقى ما يحصلش تراجع تاني في النتائج بس عندنا ثقة ده هيجي بالمجهود والعرق والتعاد بالنسبة للسيدات نفس الوضع كان مبرامة عز ملك بس كانت عنيفة شوية يعني ايه كانت الدنيا قريبة جدا كانت النتيجة وصلت شوت شوت واحد واحد اتنين اتنين تلاتة اتنين لينا طبعا يعني شاهد التقلق من كل اللعيبة الحقيقة مش عايزين نقول حد او ننسى حد ولكن طبعا يعني حتى المباراة حتى المطش او المطش الفيصل يعني خلص خمستاشر عشر طيب ده ده نتيجة ايه نتيجة شغلك تعبك طول السنة فبدأ يظهر الروح اللي لابت بيه البنات القتال على كل كرة الصالة الحقيقة يعني كان كل مربع زغير في الملعب البنات بتقاتل علي عشان تفوس وده اللي حسم النتيجة في الآخر الروح العالية الأداء زي ما انتم شايفين لا هم كانوا نازلين عندهم رغبة وده الحقيقة بيميز الطير طير سيدات الروح العالية القتال ما خدوش لقب فتاية الزهب يعني ده لقب تاريخي بتاخده من خلال تاريخها كله فالنهار ده ما خدوش اللقب ده والرجال خدوا لقب المسطرز او السادة او يعني زي ما بيقول يعني الاسادزة ما خدوش اللقب ده من فراغ نتيجة اجيال وتعب وعرق فالبنات الحقيقة كل التحية ليهم وجوم تاني يوم بالمناسبة تاني يوم كانوا فريع رجال بيسندوه فالحقيقة يعني ده روح كبيرة واداء جيد وان شاء الله احنا متأكدين من يعني فرع كرة اليد السنة دي وسهيلة وفي امبارح كان لها دوركي اول امبارح يعني سهيلة عودتها من ان سيدة بل ايه ومشاركتها مع وندا حمدي يعني لا يعني ما شاء الله وعندنا ايا الشامي سمعت الحمد لله انها خفت وادئت تشارك في تدريبات يعني الحمد لله الفرقة من احسن لا احسن وبالروح دي مش هنخسر حاجة باذن المولى سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة